ماتة جدد لقاءنا مشاهدينا وبنصبح لحضراتكم مرة تانية والحقيقة انه يعني تطوير قاهرة تاريخية وتطوير الاثار المصرية بشكل عام هي مشكلة يعني لازم نعترف بها الحقيقة انه اولا فيه همال كبير جدا بالاثار وده الحقيقة يعني حاولوا يتكلموا فيه ناس كتيرة جدا منهم مرشدين سياحيين منهم ناس مهمومة بالاثار منهم ناس يعني بتحب جدا الاثار الفرعونية والاثار المصرية بكل اشكالها وانواعها والاسلامية وكل الاثار الحقيقة بنتمتع بها في مصر انه حقيقي احنا مهملين جدا في كلامنا يعني خلينا نعترف كده ونحط ايدينا على الاخطاء احنا بجد مهملين يعني بلاد كتيرة جدا لا عندها اثار ولا عندها حضارة ولا عندها اي حاجة وبيبقى عندهم حيطة بتاعها قد كده يعملوا منها متحف ويروح العالم كله والناس كلها تروح تشوف الحاجة اللي قد كده دي لانا مش عارفها هي ممكن تبقى ايه ولا تبع ايه ولا ايه اصلاع ولا ايه فاصلاع انما الاهمال في الاثار المصرية هو اهمال في الحضارة هو اهمال في الثقافة هو اهمال في الزيت هو اهمال في التاريخ هو اهمال في النفس فالانسان اذا محبش نفسه محدش هيحبه وده المفتاح اللي ممكن يبتدي منه حوارنا القاهرة الجديدة القاهرة التاريخية انا عسفة القاهرة الجديدة دي في حتة تانية خالص الحقيقة النهاية بيتم تطويرها وفي مشروع لتطوير لها من قديم الازل من زمان قوي منو احنا صغيرين انا في اماكن كده معينة مش لازل بقى احكي لحضراتكم اتقصلكم تبقى حكيها جوه سيأي ليه علاقة بصور مجرى العيون من يوم ما عديت على المكان دا منو انا صغيرة جدا لحد دلوقتي وهو بيترمم انا مش عارفة ليه هو بيترمم كل ده هنتكلم بقى عن مجلس الوزراء واجتماع رئيس الحكومة والمهندس ابراهيم محلب مديري تطوير هذا المشروع وهو مشروع تطوير القاهرة التاريخية اهم التوصيات اللي تلعوا بيها اهم الحاجات المفروضة تتنفذ والفعاليات المفروضة النهاية نشوفها بتحصل قريب هنتكلم في ده بالتفصيل مع الأستاذ محمد عبدالعزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوضارة الاثارة سبعة الخير يا فن اهلا بحضرتك معنا والله مجدد مش بحضر انا من وانا صغيرة وانا بشوف الصور مجرى العويدة بيترمم مجدد بحتينا خالص مجدد والله محضرش حكيت لحدتك الحكاية بتاعت سيدة نفيسة ومن وإحنا صغيرين وهو الصور ده بيترمم هيفضل يترمم لحد امتى وإنه بيحسن هي بس انا معترض على كلمة اهمال في مجال الأثار لان احنا ما ينفعش ان احنا نهمل في مجال الأثار هو ما ينفعش بس هو فيه اهمال في مجال القاهرة التاريخية هي مدينة مسجلة على مواقع تراث العالمي معنى كلمة تراث العالمي يعني دي مدينة لها قيمة سيستنائية خاصة ليست محل اهتمام المصريين فقط ولكنها محل اهتمام العالم كله احنا يعرفين ده اهملية وفندة هي مجموعة من التحديات انا بسميها تحديات 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 مجموعة من التحديات والتداعيات اللي بتحصل بسبب مشكلات معينة أو ظروف معينة لمدينة القاهرة منها التكدس سكاني اللي موجود في مدينة القاهرة اغلب المباني الاسرية والتاريخية موجودة في المدينة وسط احياء شعبية مستوى التعليمي منخفض مستوى المعيشي منخفض مستوى الوعي الثقافي عندهم منخفض شوية ده مجموعة من التحديات احنا ممكن بنشتغل عليها بقالنا فترة من ساعة مسجلة القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي في اليونسكو سنة 79 جميل نتكلم عن اجتماعكم برئيس مجلس الوزراء وبمجلس الوزراء ونتكلم عن اجتماعكم بالمهندس ابراهيم محلب واهم التوصيات التي تلعت بها من اجتماع واهم المواضيع والنقاط التي تمت مناشتها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمجموعة العمل الوزراء الخاصة بالحفاظ على القاهرة التاريخية هي مقطة من نقاط كثيرة بتوضح مدى الاهتمام الحكومي بالقاهرة التاريخية تشكلت مجموعة عمل وزرية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدوية عشر وزراء معنيين بالحفاظ على مدينة القاهرة التاريخية مدينة القاهرة التاريخية مدينة تراصية ليست محل اهتمام وزارة الأثار فقط وليست المعنية بها وزارة الأثار فقط ولكن وزارات أخرى معنية بها زي وزارة الإسكان وزارة البيئة وزارة الصقافة وزارة الأثار مجموعة عشر وزارات مشكلين في مجموعة العمل زي المجموعة الاقتصادية في مجموعة للحفاظ على القاهرة التاريخية كان فيه اجتماع أول امبارح مهندس إبراهيم محلب اجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تحصل الحفاظ على المدينة لمناقشة آخر التطورات التي حصلت في الحفاظ على القاهرة التاريخية وتوصيات اليونسكول المفروض نقدمها في تقريرنا آخر الشهر دوت والإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في هذا النطاق منها كان مشكلة عندنا هي مشكلة الإدارة إزاي نعمل كيان القاهرة التاريخية يجمع جميع الإدارات أو الجهات المعنية بالحفاظ على القاهرة التاريخية في إدارة واحدة تكون هي المعنية بالحفاظ على هذا التراث تاني نقطة كانت حدود القاهرة التاريخية من سنة 79 لما تسجلت مدينة القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي لم يكن لها حدود واضحة المعالم الجغرافية القاهرة التاريخية معلش أن نوضح للمشاهد هي بتشمل إيه بالزبط؟ بدأ شمل عدة مناطق منها. المعز شارع المعز. بدأتها شارع في وسط مدينة. أنا فاهمة يعني أنا عايز أعرف بالزبط إيه؟ مساحة القرارات التاريخية حوالي 32 كيلومتر مربع. يمكن تتجاوز هذه المساحة. بتشمل منطقة مصر الأديمة والكسطات. مصر الأديمة والكسطات. بتشمل منطقة الألع. بتشمل منطقة ضرب الأحمر وباب الوزير. السيدة زينب والخليفة. بتشمل الجمالية وباب الشعرية. بتشمل منطقة كثيرة جدا. وطبعا الجمانات الجمانية الشمالية اللي هي باب النصر والجمانية الشرقية اللي هي في صلاح سالح. وكل المناطق دي أستاذ محمد هي مليئة بالأثار المصرية؟ طبعا. هي فيها حوالي 700 مبنى أثاري. طبيعة الأثار اللي هناك. أثار إسلامية. أثار يعني أثار. أثار الإسلامية والأثار القبطية والأثار اليهودية. متنوعة العصور منذ بداية الفتح الإسلامي لمصر وحتى نهاية العصر وصمان. جميل. عصر محمد علي. جميل. اتفعته على إيه في الاجتماع؟ كان زي ما قلت لحضرتك. كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتحديد الحدود بتاعت القاهرة التاريخية. اعتمدت الخريطة الخاصة بحدود القاهرة التاريخية. تالت نقطة كانت معايير القيمة الاستثنائية للقاهرة التاريخية. كان طريبها مركز تراث العالمي في اليونسكو. تم اعتمادها بالفعل. أكبر مشكلة كانت بتوجهنا في الفترة الأربع سنوات اللي فاتت المشروعات اللي توقفت عن العمل. مشروع تطول القاهرة التاريخية بدأ في سنة 1999. نقول نبزة صغير عنه عن اللي تم فيه واللي كان شغال وتوقف. بدأ في سنة 1999. كان بيشمل حوالي 143 مبنى أسري. أديروا من زلزال 92. ده كان من ضمنهم صور مجرى يوم؟ كان من ضمنهم صور مجرى يوم. صوفت بقا. أديروا في زلزال 92. انتهينا من 76 مبنى أسري منه. وكنا شغالين في حوالي 16 مبنى جاري العمل فيهم. بدأ التوقف من بعد الثورة مباشرة. يعني يمكن بسبب المشاكل. لأسباب كثيرة طبعا. وكل حاجة توقفت. وأهمها كان مشكلة التمويل. فكنا في اجتماعنا أول مبارح. بالنقش إزاي ندفع العمل في هذه المشروعات المتوقفة. وننهيها عشان نبدأ في مشروعات غيرها. 16 مشروع مهمين جدا. موجودين في منطقة الجمالية ومنطقة الدرب الأحمر. وباب الوزير. معل رئيس الوزراء تكرم ووفر التمويل اللازم لإنهاء جميع المشروعات. وشداد جميع المديونات على هذه المشاريع. هذه كانت نقطة مهمة جدا. ده تقريبا ميزانية بتبقى حوالي قد إيه الميزانية تام رأس ده. 75 مليون ده للاستكمال. آآ للاستكمال. إيا كانت مشروعات وتم صارفة عليها. دول تم توفرهم خلاص. طب الحمد لله. بتعليمات رئيس الوزراء. حلو جدا. يعني نقدر نقول بقى إن فيه بريقة أمل. إن اللي إحنا كنا بنشوفه من وإحنا صغيرين بيترمم على أمل خلاص إن إحنا نشوفه. أصبح فيه اهتمام حكومي. فيه اهتمام حكومي. وده مهم. وده مهم جدا. وده مهم جدا. وحديتك قلت إن الموضوع ما بيشملش بس وزارة الإثار. إنه ما كمان فيه أكتر من وزارة بتتدخل في استكمال هذا المشروع. جزبت. هي مجموعة عمل كلهم بيتضفروا وجهودهم بتتضفر ومجهوداتهم بتتضفر لحفاظ وحماية القائرة التاريخية. وزارة الإسكان لها شغلها في المرافق. وزارة المحافظة لها شغلها في المباني السكنية والمباني التاريخية. وزارة الثقافة ممثلة في جهاز التنصيق الحضاري. بيهتم بالمباني التاريخية التي هي الغير مسجلة على قوائم الأسار. نحن نهتم بالمباني الأسرية والمحيط بتاعها ومنطقة الحرم بتاعتها. وزارة كثيرة تكاتف وزارة البيئة مهتمة بالنظافة. ده مهم. هو ده اللي أنا كنت جاي أقول لحضرتك علي ديباتي حيلا إنه المربع اللي حريبت تتكلم فيه ده. هو كمان فيه مناطق شعبية كثيرة جدا. والحقيقة أن هم كمواطنين أصلا عندهم مشاكل بيعانوا منها من صحة من نظافة من بيئة من حاجات كتيرة جدا. البعض منهم يدرك أهمية الأماكن اللي حريبت تتكلم معنا. والبعض الآخر ممكن يكون ما يدركش. يعني ممكن ده المعظم للأسف الشديد. يعني ممكن يكون فيه القاء قمامة. ممكن يكون فيه مشاكل كتيرة جدا بتحصل. بتتعاملوا إزاي بقى مع الجزء البشري الخاص في المشروع. في العهود السابقة ما كانش فيه اهتمام بالبشر المحيطين بالمباني الأسرية. كان الاهتمام فقط منصب على المباني الأسرية. دون النظر لما يحيط بيه. الوقت وبعد الثورة انتهجنا فكر جديد. هو إزاي أحافظ على المدينة التاريخية في ضوء تحديات التنمية المستدامة. يعني إيه تنمية مستدامة بمختصر وبحاجة بسيطة كده يقدر يفهمها المشاهدين. هي الاهتمام بالإنسان والاهتمام بالمكان والاهتمام بالإدارة. دي التنمية المستدامة. إزاي يحسس الناس المحيطين أو اللي عايشين حوالي المباني الأسرية دي. إن الأسر ده هيعود عليهم بالفايدة في معاشته. الإنسان اللي عايش في المناطق الشعبية دي يهموا الأكل والشرب. يهموا التعليم. يهموا أنه يعيش كويس ويتعالي كويس. إزاي أقوله ووصله أن وجودك في المكان ده هو نعمة مش نخمع عليك. كان في السابق في محاذير كتير قوي بتمارس على السكان والأهالي المحيطين بالأسر. ما تعملش وما تعملش وما تعملش. فكان بالنسبة له تقييد للحرية وجوده في هذه الأماكن. فكانوا بيهجروا هذه الأماكن وبيروحوا أماكن بره. واتقلبت القهارات التاريخية لأماكن تجارية وليست سكلة. صحيح وأنك أسواق كتيرة جدا. دلوقتي بنشتغل بقى دلوقتي. إزاي نرجع السكان للمناطقهم تاني. وإزاي يبقى ليهم دور ويتفاعلوا مع المناطق اللي هم عشين فيها. لأن هم في النهاية بعد ما أنا أخلص دوري في أعمال الترميم. هو اللي يحفظ لي على الأماكن دي. لما يلاقي المرضود الاقتصادي اللي هيعود عليه من وجوده في هذه الأماكن. جميل. المفروض القطة المحدودة أو الموضوع لإتمام واستكمال هذا المشروع. قد إيه؟ يعني الوقت تقريبا. الوقت المستهد في دراسات الجدول التي عملت مؤخرا. إحنا حطينا عشر سنوات للانتهاء من ترميم. مش المباني الأسرية فقط. ترميم محيط القاهرة التاريخية بالكامل. عشر سنوات؟ سواء مباني التاريخية وده يمكن عشر سنين ده شغلة من نار. بجد؟ شغلة من نار فعلا. لأن تشمل المباني الأسرية، تشمل المباني التاريخية، تشمل المباني السكنية، تشمل الطرق والمواصلات وتغيير مصارات المرور. ده تطوير كامل للمنطقة كلها، للقاهرة التاريخية كلها، مش بس للأماكن الأسرية. بالضبط. يمكن تكلفتها تخش في حوالي 15 مليون. طبعاً، طبعاً، بس ده شيء رائع. ده شيء رائع. إنه نشوف المباني اللي هناك، وإنه نشوف المنطقة الجميلة دي تبقى يبقى شكلها حضاري، يبقى شكلها جميل، ويبقى شكلها مبهج. يعني، ويبقى فيه ثراء كده جمالي فيها ده. ده شيء رائع. بصراحة أنا كنت فاكرة أنه هيبقى فيه تطوير للأثار بس. نعم، تطوير المناطق المحيطة كمان بالأثار والعشوائيات اللي بوجودة هناك وكلها. في نفس الوقت يمكن نوجه معالي رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير بدور المجتمع المدني ودور المستثمرين. إزاي يدخلوا في هذه المنظومة؟ إزاي يستفيدوا ويفيدوا الأماكن دي؟ لأن تكلفة المشروع حوالي 15 مليار جنيه مش هنقدر تتحملهم الدولة في الوقت الحالي. فكرنا في فكرة المنمي اللي يقدر يشتغل في الأماكن دي. ويعود له مردود اقتصادي وعائد اقتصادي وجدوة اقتصادية من عمله وتنميته للمناطق الأسرية والتراثين. ده شيء رائع وده مهم جدا أن احنا نهتم بتراثنا وبحضارتنا وبكل شيء جميل عندنا. لأنه حقيقي إحنا عندنا في مصر الأماكن اللي مفيش منها في العالم كله. عندنا حاجات كتيرة جدا. زي ما كنت بقول حضارتكم أماكن كتيرة جدا ما فيهاش أي آثار ما فيهاش أي حضارة. بيخلقوا لنفسهم أسهار. بيعملوا لنفسهم حضارة. إنما إحنا عندنا ده وعندنا ده بثراء كبير جدا. فليه ما نستفيدش بيه وليه ما نستغلوش أحسن استغلال. والحقيقة أنه كمان فكرة تطوير الأماكن السكنية ده مهم جدا. لأنه كمان ده هيدخلنا بقى في شقة العشوائيات والبطالة والمناظر الجمالية والمشاكل اللي بنعاني منها فيها في العشوائيات وفي أماكن كتيرة جدا. يا رب المشروع يستكمل على الأخير إن شاء الله هو الأهم من وضع الخطة متابعة الخطة. وده مهم جدا أنه إحنا نفعل بقى الخطة دي وأنا يعني أكيد هنبقى متابعين معاكم يعني إن شاء الله يبني لدينا العمر بس عشر سنين كمان قدام. ونتابع كمان إن شاء الله تطوير المشروع معاكم ومع الوزارة ومع الحكومة ومع كل المسؤولين. أنا بشكر حكي على وجودك معنا النهار ده بأستاذ محمد عبدالعزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الأسار. نهار حالتك سعيد يا فاني. نهارك سعيد. مشاهدينا بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا.